محمد نجم محمد نجم هلو همي و willkommen back again to another video this is محمد نجم and today, إن شاء الله, we are going to talk about new passage so pay attention حبايبي اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن القطعة رقم 7 واللي هي هتكون المحاضرة رقم 11 من القطعة القارجية أولتها عليكم يمكن لذلك اليوم اذا تريدون محاضرات كتبوا لي بالتعليقات استاذ كمل احنا قاعد نتونس بيها او تكتبوا لي استاذ ها هي جزاك الله خير عمود بعد ما انزل فيديوهات عن القطع الخارجية فاليوم انا راح اشوف التعليقات صراحة اذا شفت اكو طلب حتى انزل لكم بعد قطع اذا قلتوا لي ها هي استاذ احنا كفينا ما نحتاج فنتوقف طيب حبايقا راح ناخذ هاي الكلمات بالبداية نحفظهم نرجع نوف نترجم اليوم القطع حلوة وممتعة طيب لذلك عندنا اول كلمة هي بروكن بروكن معناها مكسور اللي هي جاية من بريك وبروك بروكن بريك بروك بروكن بريك بروك بروكن بريك بروك وهي بريك بريك بروك بروكن بريك بروك بروكن مكسور طيب تيكن معناها مأخوذ او اخذ او بمعنى يأخذ او اخذ هتش ها او بمعنى او باللي هي تيك تك تيكن بفور قبله بفور قبله اكو طلاب ما يعفوهم بفور لحد هاي اللحظة لذلك لازم يحفوهم طيب سباندينغ معناها يقضي قضاء تجيبه معنا صرف الفلوس سباندينغ موني صرف الفلوس حالي حسب الجملة ريكووري معناها شفاء ريكووري شفاء ريكووري اخذناها بالقطعة السابقة اللي هي think و thought اعتقد او يعتقد او يفكر او يتفكير نفس الشي ماكو اي فرق هوا ضرب الرغم من هوا ضرب الرغم من however enjoyed يستمتع enjoyed يستمتع leave يترك leave يترك او تجيبه معناه يغادر عادي ماكو اي فرق sure تأكيد هذن الكلمات انت شلال رح تعرف معناها الحقيقي من خلال القطعة رح نقلها ونترجم right leg يعني ساق اليمين hospital مستشفى kept يعني بمعنى keep يعني يحفظ يبقى على هذا الشيء يدوم على هذا الشيء يعني keep keep going يعني استمر بالمضيب keep silent يعني خليك ساكت keep يعني يبقى على هذا الشيء يعني يزال يعني لا يزال على هذا الشيء لا يزال على هذا الشيء though الرغم من slow بطيء slowly بطيء fun متعة أو ونسة comforted comforted يطمئن أو اطمئن اطمئن عفوا لأنها ماضي before قبل كررها هاي before هسح ذلكم يا بالملزمة celebration celebrate يحتفل celebrations احتفالات stick يعني يلسق يلزق هذا الشيء يعني شوان هنقول يلزق يلسق يلسق طيب completely بشكل كامل جاية من complete يعني يكمل complete your answer يعني يكمل جوابك بعدش عدنا weeks أسابيع afraid خائف patient صبور أو تجي بمعنى مريض والمريض لازم يصبر في هذا الانجليزي افلاي حشرة ونفسها يطير patient مريض وتجي بمعنى ايضا صبور أو لازم يعني يصبر miserable تعيس missing يعني يفقد هذا الشيء ضياء هذا الشيء يفقده حتى لو قلنا بسمس نفس الشيء I miss you أنا فقدك أو أنا اشتاقلت لك hope يعني أمل what is your hope ما هو أملك hopes آمال لو جمعناه able to قادر على excited متحمس excited متحمس party حفلة party حفلة party saying يعني يقول أو قول slubbed slubbed انزلق slubbed انزلق slubbed هاي موجودة باليونت الأول موجودة باليونت الأول هاي slubbed left leg ساق اليسرى hated يعني كرح يكرح من hate يكرح نفس الشيء يعني فرصة لما أنا أقول لواحد أنت متحمس يعني أنت عندك حظ يعني شنو يعني فرصة man معناها رجل how much كم الثمن أو تجي بمعنى كم المدى كم الكمية كم فتش رح ناخذه بس at the end في النهاية piece of ice ice ثلج piece قطعة piece of ice يعني قطعة من الثلج telling يعني معناها إخبار أو قول يقول يقول قال heech هو هذا الإنجليزي هذا الشكل حبايبي هاي الكلمة موجودة وين باليونة الأول لما أنا أعيد وأصيح أحفظوا الكلمات لأن هي مالقطعة الخارجين جنكم من الكتاب هاي موجودة باليونة الأول break موجودة باليونة الأول take موجودة باليونة الأول هاي موجودة أيضا بالمنهج hover موجودة بالمنهج leave موجودة بالمنهج enjoy موجودة بالمنهج بعدش عندنا patient patient impatient موجود باليونة الأول بعدش عندنا هاي موجودة باليونة الخامس على ما أظن أغلبهم موجودات بالمنهج أغلبهم يعني وأنا هم راح أطلقكم كلمة أيضا موجودة بالمنهج وينها لا أخذت الاسكين أخذوا الاسكين حذائبي طيب وينها أكو كلمة موجودة هسا راح نأخذها شوف رحكم إياها موجودة أيضا بالليونت الأول فأغلب الكلمات يعني أغلبهم موجودات بالليونت الأول يعني أنت إذا قارب كلمات ويايا هاي القطعة رح تضحك عليها من كثر ما هي سهلة الآن رح نجي نقرأ ونترجم أمان حبايب هسنت وصرت ومقوياء إن شاء الله يعني تعودتوا على الترجمة وصرتوا مترجمي بعد بعون الله من رجل هاد بروكن هاد وراها تصريف ثالث للفعل هذا يا زمن هذا الماضي التام اللي هو الهاد يحطه لتصريف ثالث للفعل من هو طبعا هناستخدمنا هو ليش لأن المنع عاقل فنستخدم له من أدوات الربط هذا موضوع أدوات الربط related pronouns إذن من هو رجل رجل الذي رجل ما أو رجل had broken his right arm كسر ساقه leg right يعني ساق اليمين was taken to كان مأخوذ أو أخذه taken أخذه خسبت المستشفى weeks أسابيع before قبله كريسمس يعني هو عيد لكريسمس تعالق لنقرأها من البداية رجل قد كسر ساقه رجل قد كسر ساقه اليمين ساقه اليمين صف قبل الموصوف was taken to hospital أخذه إلى المشفى مستشفى few weeks قبل أسبوع قبل أسابيع من من عيد الكريسمس طيب he was afraid of spending he كهو afraid خائف spending هي هاي الكلمة موجودة بالصف الخامس اعدادي بس حضراتكم مجوز ما قارنها قبل هلا رح نقرأها he was afraid of يعني كان خائفا من spending قضاء كريسمس يعني الكريسمس هو نفس hospital يعني مستشفى in معنىها في in معنىها في هو كان خائف من قضاء الكريسمس بالمستشفى بيت the doctor did his best بالرغم doctor did فعله best his best يعني best معنىها أفضل يعني الدكتور فعله أفضل شين قصده يعني الدكتور فعله ما بوسعه يعني سوى اللي يقدر عليه الدكتور شفت هاي patients recovery طيب الآن patients يعني صبور مريض recovery يعني شفاء هاي شي سمها حبايبي أستملك لمن أنا أقول عليز كار شين معنىها غوالي شين معنى عليز كار يعني معنىها سيارة علي طيب patients patients يعني مريض patient recovery يعني شفاء شفاء المريض سيارة علي شفاء المريض كان بطيء حلو في عيد الكريسمس بيوم الكريسمس ذمان الرجل ذمان الرجل had his right his right leg ساقه اليمين in plaster هاي الكلمة موجودة باليونت الاول لما اقول لك احفظ الكلمات لان هذن الكلمات ما للكتاب وراح تلقاهم بالقطعة الخارجية تضحك علي شفت هسا بعينك وينك طلابي اللي متابعيني وياي انا ما خف عليهم لانهم يأخذون بنصيتي ويدرون بشي اللي انا اقل لهم صحيح ويحتاج تزمون بكلامي انا واحد من التعليقات يقول انا جنت مأيس للانجليز هسا احب مادة اللغة الانجليزية بسببك لان علمت صح خليت يحفظ كلمات هسا ما يعاني لذلك احفظ كلمات ضروري جدا على مو تتقوم باللغة الانجليزية طيب لاثتر يعني قلنا اللي هو اللفاف اللي يحطونا على الرجل اللي هو صب ومو نسميها صب رجلك يعني مصبوبة بعدي اذن في الرجل had his arm still يعني ما نعرف شنو معناه الرجل had his right يعني الرجل كانت ايده يده اليمنى في الصب بلاستر يعني بعدها باللفاف هو قضى قضى miserable day حبايبي الصفة متجوقنة بالموصف قبل الموصف باللغة الانجليزية miserable معناها يعني صفة يعني تعيس day معناها يوم هو قضى يوما تعيسا يوم سيء يوم بائس in bed في السرير thinking يفكر اذكير يعني مفكرا يعني يجي يفكر of the fun المتعة he was missing الذي كان يفقدها معيد قضى يوما تعيسا في السرير مفكرا يفكر يفكر of all the fun بكل المتعة he was missing التي كان يفتقدها يعني التي كان يشتاق إليها i miss you so so much i miss you so much i love you فقدتك مشتاق لك لذلك in the bed thinking of all the fun يعني معناها التفكير بكل الونسة والمتعة التي كان يفتقدها التي كان يشتاق إليها يعني مشتاق للونسة حلو طيب يلا كمل كل قوة يلا حبابي the following day اليوم التالي however بالرغم من the doctor الطبيب comfort in him يعني هو طبيب طمنه يعني طمنه شقال comfort يعني comfortable يعني أخذناها موجودة أيضا باليونة رح تأخذونها بين يونة الخامس إذا لحد الآن مقار يونة الخامس اللي هي comfortable يعني مرتاح comfortable مو comfortable لا comfortable 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 اللي هي معناها مرتاح comfort يعني ريح يعني طمنه يعني انطاه خبر حيو by telling him telling اخبار him هو that بأنه that بأنه أخذناها بالقطعة السابقة that بأنه حتى كتبتها بهذا المكان ذات بأنه his chance فرصته his chance فرصة being able to قادر على leave يغادر مستشفى hospital in time in time الدكتور طمن اخباره باخباره ويقلنا بواسطة الطبيب طمنه باخباره أو بواسطة اخباره بأن his chance فرصته able to قادر على leave hospital مغادرة المستشفى أو ترك المستشفى إذن الطبيب طمنه باخباره أنه فرصة مغادرته للمستشفى for in time on in time for new year's بسنة جديدة celebrations باحتفالات السنة جديدة يعني قل لي هذا أنه مغادرتك للمستشفى الاحتفالات السنة جديدة celebrations احتفالات new جديد year سنة new جديد حلو celebrations years احتفالات السنة car علي سيارة علي استعمال احتفالات علي ويرقل كانت جيدة يعني شنو قصده يعني معناها نايد نايد مرة ثانا نايد باكتر كومفوردهم الطبيب طمنه بإخباره بأن فرصته his chance able أن يكون قادرا لتليف hospital لترك المستشفى in time for new للاحتفالات السنة الجديدة ويرقل كانت جيدة شنو معناها فرصة جيدة يعني معناها رح يطيب يعني رح يقدر يطيب وين ذمان عندما ومان رجل left يعني غادرة حبايبي كلمة left تقول عليها كلمة left شنو معناها معناها غادرة هذا رجال غادر وتجي بمعنى يسار تجي بمعنى يسار أنا ما عاني له استاذ شون أميز بيناتهم يعني يعني شرفك تخربط بيناتهم يعني هسا أنا لو قلت لك هسا بالامتحان left يعني يد left leg يعني هاي معناها غادرة في الساق الساقد غادر أدري شنو الساق مال يقلندايزر يا أخي موره بينا left leg يعني الساق يسر بينا مانكو خربطة بيناتهم مال يقلندايزر حلواي فحكت بيها التاني طيح عندما الرجل غادر المستشفى كان متشوق متحمس مثلكم كان متحمس ومتأكد بما فيه الكفاية بما فيه الكفاية أنا عصا أيضا 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 وذا استكه بعصا أيضا يعني شنو عيدا عندما الرجل غادر المستشفى كان مستمتع أو كان متحمس أكسايتد بالله ما عرفت عوفا عن نيو ييرز بالسنة الجديدة he was able to قادر على ووك وده سيكون قادر على المشي with help of stick بمساعدة عصا للذهاب إلى الحفلة حتى يأخذ يعني يرحيب شو على عصا حتى يروح اليوم للحفلة stick معناها عصا حبايبي ولا معنى آخر يجي بمعنى يلثق أقول كلمة هاي تالك المتذكرته هاي أيضا موجودة منهجنا راح أذكركم بها وين تابعنا عدتلي قرام أقل لكم المهم هاي مو موضوعنا حبايبي كلمة stick معناها عصا stick عصا أكازة stick stick عصا stick عصا عصا stick عصا وحافظ وحافظ كيف تحافظ اخبار كل شخص يعني شنو يعني لا يزال يخبر كل شخص بمعنى يحافظ يحافظ ولا يزال سأل من آن أقول لازلت أقرأ القرآن وانا حافظت على قراءة القرآن ونفس المعنى إذن لا يزال أو يحفظ نفس الشي طيب كبت حافظه يعني 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 لا يزال يخبر كل شخص how much جقد هو how much جقد ممكن how much كمي يعني جقد he hated هو يكره hospital مستشفى إذن الرجل والناس نفسه بشكل كامل and كبت ولا يزال يخبر كل شخص everybody how much جقد هو يكره المستشفى he was still هو كان يخبر هو كان يخبر something كان يخبر أي بمعنى كان يقول شيئا ما about hospital about hospitals عن المستشفيات at the end في نهاية party حفلة وعندما he slept هو انزلق on the piece of on a vice انزلق قطعة من الثلج and broke وكسر his left lake وكسر ساقه اليمين يعني قاعد يحكيش مش صار بالمستشفى اشرب ووقع ولنه كاسر اليد اليمن الاخرى طبعا 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 ني اشرب عن المستشفيات عن المستشفيات في نهاية الحفلة عندما انزلق على قطعة من الثلج وكسر ساقه اليمنا حبايبي اركزول على هاي الكلمة كلمة سي معناها يقول بالماضي سيد سيد وبال آي انجي هي سينج بالتصريف الثالث عفوا بالتصريف الثالث نفسها ومنعد تضيف لها س حبايبي كل هذا من نفس المعنى يعني يقول يعني قال يعني نفس المعنى ما فرق فانت من تشوف اي دي مو معناها كلمة جديدة نفس كلمة او من تشوف اس آي انج اي دي نفس شي حبايبي حسنا قران قطعة ترجمناها انت بالامتحان تعيدها اكثر من مرة غوالي تعيدونها اكثر من مرة حتى تفهم اكثر اكثر يلا حلو له هاي الاسئلة يلا هاي عليكم بدون تحلونا احبايبي كملت لا يلا خلونا نقعد نقرأ السؤال ونترجم انا معناها ماذا حلو قلنا امال او امن اوكي دكتر يعني الطبيب يعني يعني اعطي بيشنت قلنا معناها مريض شن معناها ماذا ما هو الامل الطبيب اعطاه المريض يعني شن هو الامل اللي طبيب انطال المريض والله استاذ انا قرأت هذا السؤال ما فهمته حبايبي لا تنس ترى انت عندك تلك سؤال يعني ما فهمت هذا السؤال ارقع ابتلك عادي يعني شن مشكلة عوف ما فهمت عوف خلي اخر شي يعني مو شرطان انا اجاوب الاول اعوف نجاوب الثاني ونكمل السؤال الثاني how was the patient's day in the hospital how معناها كيف نحذف علامة السؤال ونحذف علامة الاستفهم حلو نبدأ بمن نبدأ بالفاعل the patient's day اللي هو معناها يوم المريض طبعا كلمة يوم المريض عشا اكتبها كليتها واخذ وقت من عندي ما هي تعتبر غير عاقل وهي مفرد راح اقول عليها انا ات اوكي ات وراء الات شخص اللي اخلي الووز لان احنا ذكرنا الفاعل نبدأ بالبداية ووراء الفاعل فينخلي الفعل المساعد اللي هو ووز استاذ الووز ليش ما احذف الووز لا تحذف التي يحذف الذي يحذف هو والدو والدد والدز فقط هذه الثلاثة التي تحدث ات وز ات وز طيب شون كان اليوم ماذكرنا انه مزرابل ات واز انه كان مزرابل مزرابل دي ات وز مزرابل استاذ يصير اقول ات وز مزرابل دي اكمل الجملة مثل ما هو مز مزرابل يعني كان يوما تعيس استاذ يصير اقول it was مزرابل يعني كان تعيس نعم هم يصير استاذ يصير يقول it was a مزرابل دي نعم هم يصير ما يكو اي مشكلة السؤال الشايف when was the man taken to hospital اي بمعنى متى اخذ الرجل الى المستشفى نحذف علامة الاستفهام ونحذف اداة السؤال وعلامة الاستفهام ذمان الرجل هو عاقل بما انه عاقل فراح اقول انا he he الفعل ما كنت فعل مساعد ووز ينزل مثل ما هو he was taken هو اخذه he was taken he was taken to hospital للمستشفى to hospital he was taken to hospital when شو كنت قلنا before few weeks few weeks before christmas يعني السابع قبل the christmas وهنقول هنا نكمل الجوار a few weeks before christmas كامل الجملة وفي ما هي السابع السؤال الثالث how did the man break his left يعني شلون الرجل كسر ساقة يا ساق left leg ساقة اليسار مو اليمين اللي هي بنهاية القطعة اليمين ها هو هونية هي واز ايمنا رح نبدي او ايمنا عادي عادي ايمنا ايمنا عش من الفق ايمنا يعني And he slept on a piece of ice. And broke his left leg. يعني إيمنا رح يكون الجواب. طيب. How did. هي تسأل عن كيفية عن شيء فيه طريقة. الآن طبعا يصير أن أحذف علامة الاستفهام. أداة السؤال وعلامة الاستفهام. وأبدأ بطبعا تدد تنحذف. وهذا الفعل ماتر يصير ماضي. The man هو رجل عاقل. راح أقول آن he. هو عاقل. راح أقول he broke. هو كسر. his left leg. يعني هو كسر ساقه اليمين. وإن عندما. هذا بين الجواب حبايب إيمنا. ترى ما جبت شيء من عندي. إيمنا. when he slept عندما when he slept استغفر الله العظيم. ما توب إليه. شوفك تتعود على هاي ما أدري. he slept he slept on a piece of ice on 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 مظلو إن مكتوب لا صح. on a a piece شوفوا لي هاي الكلمة piece ولوها مثل ما هي دير باركم تخطأون بالسبلنج. عادي كلية نقطة. أنا والله مرة أكتب سبلنج خطأ. يعني ماك واحد كامل. لا أعباركم. الاسبلنج بالذات بالإنجليزي يعني الواحد يخربط به. وبالامتحان الوزاري ما هي نقطة صونك عادي. لا تحاسب على الاخطاء الملأ أي. إلا في سؤال الأملاء تحاسب. لأن الأملاء هو أصلا يديد من عندك سبلنج. فإنت إذا بنملأ خطأ يتب حرف واحد النقطة كلها خطأ. يعني مثلا على سبيل المثال. مثلا كلمة على سبيل المثال كلمة byt. ياضي بالماذا صير byt. طيب هسا أنت هذا حرف واحد. إذا حطيت إيه تغير هذا خطأ. السؤال الخامس choose acceptable answer اختار عنوان مناسب. مش نقدر نختار عنوان مناسب. طبعا لو أجينا على القطعها قرناها. عندنا أكثر كلمة مكررة هي Christmas. طبعا نقدر نقول Christmas day يوم الكريسمس أو نقدر نقول Christmas in hospital يعني الكريسمس في المستشفى ماكو أي مشكلة. نقدر نقول the man and the christmas يعني الرجل وال christmas يعني أقدر أقول آني the man الرجل and christmas وكمل جوا. رقم ستة what was the patient afraid of يعني من ماذا كان المريض خائف. نجينا what تنحذف عامة الاستفان تنحذف ال was رح تصير ورا الفاعل patient اللي هو من وال patient اللي هو الفاعل اللي هو العاقل رح أقول الآن he هو was ten he was هو كان afraid of هو كان خائف من نجينا نجينا على القطعة قلنا منين هو كان خائف يعني قضاء christmas في المستشفى ايه هذا الجواب he was spending he was afraid of spending قضاء spending قضاء spending قضاء ايش christmas and hospital وتكبر الجواب وبس قلوا لي هاي القطعة زين ولا تنسوا نعدكم بيها امتحان حبايبي هاي القطعة راح امتحانكم بيها واجبين لكم اسألة شوية بيها تغيير يعني منفزها وايضا اقل لك انطيني عنوان وكتبوا لي بالتعليقات اذا الفكرة والشرح عاجبكم حتى نكمل اذا ما عاجبكم حتى نتوقف الهنا الهنا ينتهي هذا الفيديو اتمنى استبهديتم من عنده تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة